بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أبنائي وأبناتي الطلاب في مادة التربية بدنية والدفاع عن النفس للصف الأول الابتدائي اليوم دات سنة يا أبطال استكمالاً لداته السابق وزي ما نحن شايفين يا أبطال هو بعنوان الانزلاق الصحيح أثنين معناته استكمالاً للانزلاق الصحيح رقم واحد اللي أخذناه في الحصة السابقة ولكن قبل ما نبدأ مع بعض ونبحر في درسنا هذا اليوم نستذكر مع بعض متطلبات النشاط البدني ولنحن متعودين عليها وأنا متأكد أنكم بتحققوها بشكل دوري وبشكل يومي وبشكل منتظم بداية النوم والراحة الكافية مشقال من ثمانة إلى سبع ساعات متصلح حتى يأخذ جسم كفايته وراحته ويستعد للنشاط في اليوم التالي أيضاً الغذاء المناسب الصحيح ويكون من المنزل وتكون ثلاث وجبات رئيسية وأساسية وتتخلى لها وجبتين أثناء اليوم حتى نمود أجسامنا بالطاقة الكافية اللازمة عسا تكون قادر على العطاء والعمل في اليوم التالي ثالثاً توفير المكان المناسب والبيئة آمنة لممارسة النشاط البدني واتفقنا أن تكون آمنة وخالة من أي عوايق قد تسبب لكم الضرر لا قدر الله ويجب أن تكون جيدة التهوية والإضاءة أما رابعاً اتفقنا عليه توفير الزي الرياضي المناسب لممارسة النشاط البدني يجب أن يكون مناسب لأجسامكم لحجامكم لأطوالكم بمعنى لا يكون ضيق ولا يكون واسع عيقكم عن الحرك أما أخيراً اتفقنا على عملية شرب الماء قبل ممارسة النشاط البدني وأثناء مزاورة النشاط البدني وبدن الانتهاء والفراغ من مزاورة النشاط البدني لعدة اعتبارات منها تعويض السوال التي فقدناها أثناء ممارسة النشاط البدني أيضاً خفض درجة حياة الجسم والمحافظة عن نسبة الأملاح في الجسم وأخيراً المحافظة على زيولة الدم هذه بعض الأمور التي تساعد عليها عملية شرب الماء في تحسين والمحافظة على هذه الأمور هذا فيما يتعلق يا أبطال بالمتطلبات تعالوا مع بعض يا أبطال نشوف فوائد النشاط البدني التي تتحقق من خلال توفير المتطلبات فمثل ما وفرنا المتطلبات نعكس هذا بشكل إيجابي على فوائد النشاط البدني على الجهازين الدوري والتنفس سيكون في أعلى كفاءة عملية وتشغيلية معناته يا أبطال ستكون جميع أعضاء جسمنا الداخلية في أعلى كفاءة عملية وتشغيلها توصلها الطاقة والغذاء الكافي لعملية تحركها بشكل صحيح ثانياً ستكون أجسامنا وأجسامكم من خارج في أحلى وأجمل صورة في توازمة بين الطرف العلوي والطرف السفلي أخيراً اللي هو محصرة كل هذه الأمور يا أبطال ستكونوا قادرين على أعطاء والاستمرار في مختلف الأنشطة والرياضات سواء الجماعية أو الفردية بكل اقتدار ونشاط واستمتاع أمتازين؟ هذا فيما يتعلق بفوائد النشاط البدني تعالوا مع بعضي يا أبطال نبدأ ديسنا هذا اليوم ولكن مع عملية الإحماء إحنا اتفقنا صار عندنا تكيف معناته لازم نزيد المدة الزمنية حتى نستفيد أكثر من التمارين سنبدأ جري في المكان خفيف نهي عضلاتنا ومن ثمنا نطلق للتمارين الثاني والثالث وهكذا جاهزين يا أبطال نتأكد أن المكان خالي ما حولنا أي عوائق هنبدأ مع سماع الصافر واحد اثنين ثلاثة جري خفيف في المكان نحاول نجهز أنفسنا نسخن عضلاتنا نهيئها للنشاط التالي جري خفيف في المكان المكان ممتازين نتنفس أثناء عملية الجري احسنتم احسنتم يا ابطال ممتاز ممتاز نواصل نواصل يا ابطال ونزيد السرعة جاهزين أسرع نثبت يا ابطال ثبت ممتازين ممتازين نواصل يا ابطال ممتاز ممتاز نزيد السرعة آخر مرة ونثبت لمدة عشر ثواني احسنتم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حلوين حلوين نتحرك في المكان ننكرر عملته يا ابطال شهيق والزفير حتى نرجع لوضنا الطبيعي قبل النشاط يلا مع بعض يا ابطال شهيق ثانية مرة شهيق آخر مرة يا ابطال شهيق أيضا ممتازين ممتازين ننتقل الآن يا ابطال سويا للتمرين رقم اثنين من وضع الوقوف تشبيك الذنان بهذا الشكل وتبادل لمس بالركبتين لراحة اليدين جاهزين يا ابطال ننكرر التمرين هذا مجموعتين من ثمان عدات استعد تمرين يبتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية نعيد يا ابطال واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية قف ممتازين ممتازين أيضا حبابي نكرر عملية الشهيق والزفير مرة أخرى حتى نعمل عملية تهدئ للقلب يضخ دم بشكل معتدل النفس ترجع ضوط طبيعي ونكون قادرين على العطاء في التمرين التالي ناخذ نفس نحاول نستفيد من أكبر كمية من الأكسجين يا ابطال ثاني مرة ممتازين ممتازين أحسنتم يا ابطال ننتقل إلى التمرين رقم ثلاثة منوض الوقوف يا ابطال أذرعا جانبا نعمل دوران بالذرع للأمام مع تبادل حركة القدمين للأمام والخلف نعمل تمرين مجموعتين من ثمان عدات جاهزين يا ابطال تمرين ابتد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية نعيد يا ابطال واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ممتازين ممتازين نقف أسفل خفض أحسنتم يا ابطال ممتازين ممتازين اللي حاسب أنكم تعب يعمل عمية استرجاع شهيق وزفير حتى يحس بالراحة ويكون جاهز معنا للتمرين رقم أربعة جاهزين يا ابطال خذنا النفس ارتحته طيب حبابي بنوضع الوقوف أذرعي ثبات الوسط هنعمل تبادل فتح عظم القدمين بهذا الشكل مجموعتين من ثمان عدات جاهزين يا ابطال تمرين لا يبتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية نعيد يا ابطال واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ممتازين ممتازين احسنتم نتحرك في المكان نكرر عمية الشهيق والزفير كما مرة شهيق بعمق يا ابطال ممتازين ممتازين كده يا حبابي خلصنا عملية الحما تعالوا مع بعض ننتقل لعملية الإطالة نشوفها سويا حانا نبدأ من وضع الوقوف نضم القدمين تشبيك الذرعين والوقوف على مشطر القدمين والثبات لعشر عدات جاهزين ثبات واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ممتازين ممتازين نحسنتم يا ابطال ننتقل إلى الإطالة رقم اثنين بشكل سريع من وضع الوقوف أيضا ذرع الأيمة بهذا الشكل قابضة اليد الوسرة والسحب الخلف والداخل والثبات عشر عدات ثبات واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ست سبعة ثمانية تسعة عشر ممتازين ممتازين ننتقل مباشرة إلى الذرع الأيسر ونكرر نفس العملية يا ابطال ثبات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ممتازين ممتازين حسنتم يا ابطال ايضا من وضع الوقوف الزرع أيمن عاليا والمسك بالبهام السبابة خلف رسغ اليد وسحب الزرع خلف الرقبة والثبات لعشر عدات ثبات واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ممتازين ممتازين نكر نفس العملية مع الذرع الأيسر ثبات واحد اثنين ثناث أربعة خمسة ست سبعة ثمانية تسعة عشرة ممتازين ممتازين حسنتم يبطال ننتقل سويا إلى إطالة الجزء السفلي من الجسم ضم القدمين ثاني الجزء بشكل كامل مد الذرعين إلى أسفل والثبات لعشر عدات جاهزين ثبات واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر احسنتم انتقل إلى الإطالة التالية من وضو الوقوف القدم اليمنى خطوة لأمامي البطال ثاني الجزء والنزول بكلتها ليدين على القدم اليمنى والثبات أيضا لعشر عدات ثبات واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ست سبعة ثمانية تسعة عشرة ممتازين ممتازين انتقل إلى القدم اليسرى بنفس الطريقة والكيفية يا أبطال أيضا خطوة للأمام ثاني الجزء ومدو فد الضرعين أسفل والثبات لعشر عدات ثبات واحد ثنين ثلاث أربعة خمس ست سبعة ثمانية تسعة عشرة ممتازين ممتازين حسنتم يا أبطال كذا خلصنا الإحماء وخلصنا لطالة تعالوا مع بعض يا أبطال نشوف درسنا لهذا اليوم وعلى ماذا يحتوي مهارة الانزلاق نعرف الانزلاق بشكل سريع ونسترجع ما أخذناه في الدرس الماضي الانزلاق بشكل عام هو من الحركات المركبة ويعتبر مؤشر للكفاءة الإدراكية وله نوعان أخذناه في الدرس السابق النوع الأول واللي كان يش يا أبطال لكن قبل ما أذكركم فيه خلنا أخذ تفسير للتعريف بشكل سريع هو من الحركات المركبة ويعتبر مؤشر للكفاءة الانزلاقية وله نوعان الحركات المركبة ونقصد فيها أي شيئ أبطال الدمج أكثر من حركة نتج عنها مهارة الانزلاق معانا تمكوه من أكثر من حركة تم دمجها ومزجها مع بعض ضل عننا أو نتج لنا مهارة سما مهارة الانزلاق ولها نوعين الكفاءة الانزلاقية ونقصد فيها شيئ أبطال هي بشكل مبسط عملية رب بين التعلم وكفاءة المطح ركية بمعنى آخر كل ما تقدمنا في تعلم المهارة كل ما زادت كفاءتنا الانزلاقية لهذه المهارة وكيفية التعامل معها أنواع الانزلاق أخذنا الانزلاق بالحجل في الدرس السابق وفصلناه يا أبطال اليوم سيكون لدينا الجزء الثاني اللي هو الانزلاق بالوثل نشوف مفهومه وتعريفه هو عبارة عن مزج ما بين الخطأ والخطوة والوثل بدأ ارتداد مع تبادل وضع القدمين أماما هذا بشكل عام تعريف الانزلاق بالوثل كيفية أداء المهارة يعني كيف نطبق المهارة يا أبطال نشوف مع بعض يتم الانزلاق بأداء خطوة ثم وثبة قصيرة للأمام بالقدمين معا ثم نكرن ذلك على القدم الأخرى ثم يأدي وثبة بالقدمين معا ويستمر تبادل على كتب القدمين مع زيادة السرعة ومرجحة الذراعين بالتوافق عكس الرجلين هذا بشكل عام نظري حنشوف نموذج عملي يفسرنا هذا كلام يا أبطال مع بعض أنا هذا نموذج حنشوفه مع بعض ونعطيكم نموذج عملي أيضا يوضح لكم المهارة مرة أخرى نشوف مرة ثانية بهذا الشكل لاحظين يا أبطال هذا نموذج أعطيكم نموذج آخر من زاوية أخرى نشوف مع بعض من زاوية المقابلة أيضا نموذج آخر من زاوية أخرى لاحظة حركة القدمين واث مع خطوة هذا يا أبطال عبارة عن نموذج قاعدة تحاكي وتفسر لكم المهارة اللي خذناها لهذا اليوم اللي هي عمية الانزلاق بالوث الآن يا حبابي ننتقل إلى الجزء الأخير وهي عبارة مراجعة وأسئلة عن هذا الدرس يا أبطال جميل قبل ما نأخذ سؤالنا أبغى نسترجع مع بعض مهارة الانزلاق كان لا نوعين خذنا نوع الأول ولا نوع الثاني سؤالنا هنا يا أبطال شك يقول الانزلاق بالوث هو مزيج فراغ و فراغ بعدها بعد الوضع قدمي أنا رح أعطيكم الآن نموذج عملي لكلتا المهارتين بالحجل وبالوث أبغاكم تسترجعوا معايا وتشوفوا أيهما الصحيحة جميل أو بمعنى صح أيهما مهارة الانزلاق بالوث أعطيكم نموذج أول بهذه الطريقة ثاني مرة هذا نموذج والثاني هذا نموذج آخر ها فكروا معايا أيهما النموذج الصحيح اللي نقصده في درسنا لهذا اليوم هل هي بالحجل أم هي بالوث أم هل هو النموذج الأول ولا النموذج الثاني نشوف مع بعض أجاوب معاكم من فقرة أولى والفقرة الثانية عليكم خطة أو خطوة طبعا النقطة هذه أبطال تنطبق عليش على كلتا المهارتين الانزلاق بالحجل والانزلاق ها بالوث الجزء الثاني ستكون يا أبطال الانزلاق بالوث هو مزيج ما بين أيش الخطة أو الخطوة و ها وال الوث وث ما أخذ خطوة الأمام تبادو حركة القدمين بهذا الشكل والاستمرار بهذا الكيفية نحقق مهارة الانزلاق بالوث ننتقل إلى السؤال الثاني أنواع الانزلاق يا أبطال أخذناها في بداية درسنا هذا اليوم كنا له نوعين ها أو ثلاثة طيب نشوف النوع الأول الانزلاق بالحجل واخذناه في الدرس السابق وفصلناه وعرفناه واخذنا نموذج عملي له وصور تحاكي مهارة الانزلاق بالحجل أما الجزء الثاني يا أبطال جاوبوا معايا الانزلاق بالوثب اللي هو موضوع درسنا هذا اليوم وأيضاً أخذنا لدينا ماذج وأخذنا صور وأخذنا الطبيق عملي يحاكي الكلام النظري وإنشارة تكون وصدكم معلومة بشكل كافي وصحيح وأتمنى أنكم تحاولوا تطبقوا المهارة هذه قدر المكان في البيت لأنها تنمي عندكم التوافق والإدراك الحركي التوافق عضلنا بين حركة الرجلين والأيدين والتركيز وعملية التبادل في حركة الرجلين والقدمين هذا بشكل عام كان موضوعنا لهذا اليوم أو بلا صح الجزء الثاني من مهارة الانزلاق الجزء الأول كان يحكي عن الانزلاق بالحجل الجزء الثاني اللي هو اليوم كان يحكي عن الانزلاق بالوث هذه أيضاً نتفق أنها مهارات مركبة معنى أنها مركبة من أكثر من جزء أو من أكثر من خطوة حتى تنتج لنا مهارة الانزلاق إلى هنا يا بطال نكون إن شاء الله خلصنا درسنا لهذا اليوم أتمنى أنه كان درس خفيف عليكم أتمنى أنكم استفدتوا وأتمنى أيضاً أنكم تطبقوا المهارات هذه بشكل منتظم في المنزل حتى أنكم ستتعود عليها وستعرفوا عليها ويكون عندكم القدرة على على إتقانها والاستفادة منها بشكل أكبر أقول لكم والله أعطيكم العافية وأخيراً سبحانك الله ومحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى المنتقن إن شاء الله في الحصة القادمة مع مهارة جديدة وخبرة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته